هذا وتوصل مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة استقبال المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات التطعيم المضادة لفيروس كورونا وبلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين واحد عشر ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وعشرين ألف شخص